اشتركوا في القناة لما بادي يشرح عن مقادير الجبرية ما في اشي مهم من هاي الصرافة عشان هيك بدي تفتح لي كتابك على صفحة 50 بداية الدرس واضح ان في عندي صندوق لونه اخضر وكاتف فوق تذكر معناته هاي المعلومات اخدناها سابقا واحنا رح نرجع نراجحها بشكل سريع عشان نراجح هاي المعلومات بشكل سريع بدي تطلع معي ثامن على هذا العدد او هذا التعبير الجبري اللي انا كاتفه طلع لي هون يا ثامن مع بعض على هذا المقدار الجبري هذا كل ياتف نسميه مقدار جبري هذا المقدار الجبري يتكون من عدد من الحدود الجبرية التي يفصل بينها طلع ركز معي مقدار جبري يتكون من عدد من الحدود الجبرية التي يفصل بينها الجمع والطرح إذن عشان نتميز كم عدد الحدود الجبرية الموجودة في هذا المقدار الجبري لك تشوف وين الطرح وين الجمع ونصر نميز كم عدد الحدود الجبرية يلا هون في عندي طرح معناته هذا هو حد جبري وكمان في عندي هون جمع معناته كمان هذا حد جبري إذن هو عبارة عن مجموعة من الحدود الجبرية التي يفصل بينها طرح وجمع هاي هذول الحدين شو بناتهم طرح كمان هذول الحدين جبريين شو بناتهم جمع معناته كمان هذا حد جبري هذول الحدين الجبريين شو بناتهم جمع معناته كمان هذول الحدين جبريين إذن المقادير أو المقدار الجبري هو عبارة عن مجموعة من الحدود الجبرية التي يفصل بينها الجمع والطرح طيب نيجي نأخذ أول حد جبري واضح أنه هذا الحد الجبري يتكون من عدد ثابت هذا العدد بنسميه في رياضيات عدد ثابت لأنه معروف قيمته ومتغير مرموز له بالرمز عين ليش متغير لأنه قيمته بتتغير تبعاً للسؤال إذن معناته هذا الحد الجبري هو عبارة عن حاصل ضرب عدد ثابت في متغير إذن هذا الحد الجبري يتكون من حاصل ضرب عدد ثابت من متغير نيجي على الحد الجبري لهون برضو نفس الإشي هذا الحد الجبري يتكون من حاصل ضرب العدد الثابت تمانية بالمتغير سين كذلك الحد الجبري الثالث يتكون من حاصل ضرب عدد ثابت في المتغير ميم أما الحد الجبري الأخير فهو عبارة عن عدد ثابت معناته هاي الحدود الجبرية ممكن تكون أنواع ممكن تكون عبارة عن عدد ثابت لوحده كما في رقم تسعة إذن ممكن يكون ثابت لوحده أو مثال هون نأخذ مثل مين مثل تسعة أو حاصل ضرب ثابت بمتغير مثال مين هون في المقدار الجبري حاصل ضرب ثابت بمتغير في عندنا كثير أمثلة ومنها تمانيسين إحداش ميم اتنين عين إذن مثلا في عند اتنين عين هي عبارة عن حاصل ضرب عدد ثابت بمتغير أو إذا بتذكروا بسابع أخذنا أو حاصل ضرب متغيرين أو أكثر هون ما في عندي بهذا المقدار الجبري حاصل ضرب متغيرين أو أكثر شو يعني يعني ممكن يكون الحد الجبري عبارة عن سين بصاد أو سين بصاد في عين أكثر من متغير إذن هو حاصل ضرب متغيرين أو أكثر هذا كل ياته بنسميه أيضا حد جبري أو قد يكون أيضا عبارة عن متغير لوحده إذن قد يكون متغير فقط لوحده زي مين زي سين لحالها صاد لحالها عين لحالها إذن نرجع نراجع المعلومات بشكل سريع هذا كل ياته بنسميه مقدار جبري ليش؟ لأنه يتكون من عدد من الحدود الجبري التي يفصل بينها طريح أو جمع معناتوا هذا حد جبري هذا حد جبري هذا حد جبري وهذا حد جبري هاي الحدود الجبرية أنواع كيف شكلها قد تكون متغير لوحدها يعني زي سين لوحدها هيك جاي هون مثلا لو إجيت كتبت مقدار جبري سين زائد سين صاد زائد خمسة سين زائد خمسة هذا عبارة عن مقدار جبري يا ثامن كلياته نطلع على أنواع الحدود الجبري هذا الحد الجبري الأول هو عبارة عن متغير هاي متغير سين وقد يكون ثابت لوحده زي مين زي الخمسة وقد يكون حاصل ضرب متغيران في بعض زي سين صاد في هذا الحد الجبري وقد يكون حاصل ضرب عدد ثابت في متغير مثل ميم خمسة سين طب يا ميس هسا بنا نحكي عن الحد الجبري اللي بيكون نوعه عبارة عن حاصل ضرب عدد ثابت بمتغير زي مين هون زي اتنين عين أو تمانية سين أو حتى احداش ميم العدد الثابت بنسميه معامل شو بنسميه؟ معامل إذن العدد الثابت في هذا الحد الجبري هذا العدد الثابت بنسميه معامل معامل مين؟ معامل هذا الحد الجبري إذن هذا معامل الحد الجبري أما عين هي المتغير بنسميها القسم الرمزي ليش قسم رمزي؟ نسبة للرمز أو للحرف بإيش رامز لهن بالرمز عين إذن الحد الجبري اللي بيكون على شكل حاصل ضرب عدد ثابت بمتغير بيكون مقسم لقسمين القسم الأول عدد ثابت نسميه معامل معامل الحد الجبري اللي هو العدد الثابت أما المتغير بنسميه القسم الرمزي نسبة إلى إيش إنه هو رمز أو عبارة عن حرف هاي كلاتها معلومات أخدناها هاي نقلأ تذكر مع بعض بشكل سريع بحكيه لتذكر الحد الجبري إما أن يكون ثابتا لوحده أو أن يكون متغيرا لوحده أو حاصل ضرب عدد ثابت من متغير أو حاصل ضرب أكثر من متغير مع بعض يسمى العدد الثابت بمعامل حد الجبري أما المتغيرات بنسميها بالقسم الرمزي هذا كل ياته عبارة عن مقدار جبري ليش؟ لأنه يتكون من عدد من الحدود الجبرية التي يفصل بناتها جمع أو طرح وقد يكون المقدار الجبري عبارة عن حد جبري واحد كما في المثال وهذا نوع عبارة عن حاصل ضرب ثابت بمتغير هون هذا المقدار الجبري عبارة عن حدين جبريين بفصل بناتهم جمع هاد الحد الجبري الأول عبارة عن حاصل ضرب عدد ثابت متغير وكذلك الحد الجبري الثاني عبارة عن حاصل ضرب عدد ثابت متغير نيجي على المقدار الجبري اللي هون اللي شرحناه هلا في الدفتر نبلش بمثال رقم واحد اللي موجود بصفحة خمسين في هذا الدرس الفكرة الأولى من هذا الدرس كيفية تحويل العبارات اللفظية أو المساء اللفظية يعني الكلامية إلى عبارة أو إلى مقدار جبري شو يعني مقدار جبري يعني إلى رموز وأرقام ويفصل بيناتها جمع وطرح بنا نقرأ مثال رقم واحد اشترى أبو خالد لأولاده في بداية العام الدراسي 18 دفتر من النوع نفسه كم دفتر اشترى 18 دفتر و30 قلم حبر من النوع نفسه و30 قلم حبر من النوع نفسه شوف رقم واحد اكتب المقدار الجبري الذي يعبر عن المبلغ الذي دفع أبو خالد ثمنا للدفاتر والأقلام معا يلا يمس نيجي مع بعض هل هو شو شرى اشترى دفاتر واشترى أقلام كم دفتر اشترى 18 دفتر كم قلم اشترى اشترى 30 قلم بدي أشوف بدي أكتب الأقدار الجبري الذي يعبر عن ثمن الدفاتر وثمن الأقلام معا أنا بدي أجمع ثمن الدفاتر هاي ثمن الدفاتر زائد ثمن مين يا ميس ثمن الأقلام ممتازين يا ثمن طيب كم ثمن الدفتر الواحد معطيني في السؤال ثمن الدفتر الواحد مش معطيني في السؤال بما انه مش معطيني معناته هو عبارة عن متغير صح إذن المزلسين طيب إذا كان مثلا إذا كان ثمن الدفتر الواحد شلن كم ثمن مثلا خمس دفاتر خمسة 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 هاي خمسة وعشرين قرش معناته ربع دينار طيب لو كان ثمن الدفتر عبارة عن عشرة قروش كم ثمن العشر دفاتر عبارة عن عشرة 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 إذن هاي مثلا عبارة عن مئة قرش فبدل بحكي عشرة وعشرة 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 شو بنعمل بضرب ثمن الدفتر الواحد ضرب عدد الدفاتر إذن عشان أطلع ثمن الدفاتر بحكي ثمن الدفتر ضرب عدد الدفاتر وكذلك الأقلام عشان أطلع ثمن الأقلام بدي ثمن القلم الواحد ثمن القلم الواحد ضرب عدد الأقلام طيب يامس نرجع للمسألة كم دفتر عندي هون معروف عدد الدفاتر 18 دفتر طيب كم ثمن الدفتر الواحد غير معروف برمز له بالرمز مثلا سين إذن بصير سين ضرب 18 نكمل مسألة زائد كم ثمن القلم المعطنية في المسألة مش معروف ثمنه إذن برمز له رمز ثاني غير عن اللي استخدمته لإنه أكيد ثمن الدفتر بيختلف عن ثمن القلم فبرمز له مثلا بالرمز صوت ضرب عدد الأقلام المعطنية بالسؤال 30 إذن بصير هذا هو عبارة عن المقدار الجبري بصير سين ضرب 18 زائد صاد ضرب 30 وإحنا أخذنا من صف سابع إذا كان عندي متغير مضروف في عدد فبدل ما يكون هيك مكتوب شكله بجيب العدد الثابت بحطه قدام المتغير بدون إشارة الضرب فبتتحول هاي المسألة بجيب العدد الثابت بحطه قدام سين فبصير 18 سين زائد بكمل نفس الإشي بجيب العدد الثابت بحطه قدام صاد فبصير 30 صاد إذن هاي ثمن الدفاتر والأقلام نشوف رقم اثنين بحكي لي احسب مقدار ما يدفعه أبو خالد إذا كان ثمن الدفتر 20 قرش وثمن القلم 15 قرش إذن في رقم اثنين أعطاني الثمن كم ثمن الدفتر 21 معناته بدي أحط مكان سين اللي هي ثمن الدفتر 21 وأعود وأطلع ناتج ثمن الدفاتر وبدي أحط مكان صاد 15 اللي هي ثمن القلم وأعود وأطلع ناتج الأقلام ثم أجمع الثمنين مع بعض معناته رقم اثنين بهذا السؤال باجي عهاي 18 سين زائد 30 صاد باجي بعود مكان سين اللي هي ثمن الدفتر كم ثمن الدفتر 20 إذن 18 ضرب 20 زائد 30 ضرب كم ثمن القلم 15 والأولوية حسبنا نراعي أولويات العمليات الحسابية إذن نبلش بالضرب اللي على اليمين ثم بالضرب اللي على اليسار ثم بجمعهم إذن 18 بعشرين بننزل الصفر 2816 2 ب1 2 و1 3 إذن 360 قرش زائدنا نضرب الثاني بننزل الصفر 3 ب5 15 3 ب1 3 1 4 450 قرش نجمع الثمنين صفر إحداش واحد بالياد أربعة وأربعة تمانية إذن 810 قرش يعني 8 دنين وعشرة قرش